بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني العزاء أهلا بكم في درس جديد على قناتي قناة أسرار حول المدفأة دائما إخواني واقتراب فصل الشتاء لاحظنا كيفية التشغيل لاحظنا كيفية التركيب هذا الدرس الثالث إخواني حول المدفأة حول مشكل انطفاء المدفأة المباشر والكلي في وقت وجيز يعني تشغل المدفأة بعد خمس دقائق ربع ساعة الكثير ينطفئ كل شيء تنطفئ الشمعة تنطفئ النار الكبيرة يعني ينطفئ كل شيء ما هو السبب وراء ذلك سنرى السبب وما هي الحلول الممكنة إخواني تابعونا حتى الأخير وستكون درس كثيرة حول المدفأة لذا اشترك في القناة لتصلك الدرس إذا انطفأت النار الكبيرة وبقيت الشمعة كما تلاحظون هذا أمر عادي معناه المدفأة الخاصة بك ديكلونشات يعني المدفأة ديكلونشات ارتفعت درجة حرارة أو ترمسطة محتوطة فوق كارليج يعني اثتفعت حرارتها كوبات فتبقى الشمعة مشتعلة حين تبرد الغرفة أو تبرد ترمسطة التي سنراها في دروس لاحقة وحتى كيفية تغييرها سنراها إخواني ستعيد اشتعال من جديد هذا أمر طبيعي وعادي وليس عطل تفقد ترمسطة إذا كانت فوق الأرض فسيكون المدفأة ديكلونشة كل خمس دقائق أو في وقت قصير جدا هذا أمر عادي أما إخواني إذا كانت المدفأة تنطفئ كليا كما نشاهد الآن ينطفئ البريلور يعني النار الكبيرة والشمعة أيضا تنطفئ يعني حتى تعاود تشغيلها من جديد وأحيانا تأتي تشغيلها من جديد ولا تشتغل لا تثبت الشمعة الشمعة تنطفئ إذن هذا الكابتور الحساس إخواني موجود في الخلف هو السبب لاحظوا كيف يعمل كيف نحل المشكلة أول شي نضغط على الزر الموجود فيه ونعيد تشغيل المدفأة ستشتغل من جديد ثاني شي هو متصل بالترموكوبل هذه الأسلاك إخواني هي ليست بالكهرباء هي متصلة بالترموكوبل الحرارة التي ترجع من هنا إخواني يتحسسها هذا الحساس الحساس لا يشم رائحة أو الأكسيد الكربون الغاز المحترق الحساس يعمل بالحرارة الحرارة العائدة إليه إذا كانت بقوة وغير طبيعية يقوم بالفصل يعمل كالقاطعة أنتريبتور يعني يقطع التماس بين السلكين في داخله لام يعني لام حديدي يتحسس الحرارة يتفاعل مع الحرارة يعني يتمدد ويتقلص حين التلامس الكثير من الحرارة يفصل هذا اللام أو يتمدد يتقوص فيفصل التماس بين السلكين فتنطفئ المدفعة كأن الترموكوبل معطل فالحساس متصل بالترموكوبل بهذه السلكين كل المدافع الحديثة المتواجدة حاليا في هذا الكابتور هذا الحساس إذن لنقوم بتجربته إذا كان جيد أو غير جيد أحيانا يكون هذا السلك مرتخي ليس مزير مليح كما نقول بالعامية موش مزير مليح أحيانا من المصنع يأتي هكذا فهنا في هذه الحالة تشغل المدفعة الشمعة لا تثبت نار الشمعة لا تثبت ترفع يدك عن الزر تنطفئ لأنه غير موصول كأن السلك مقطوع لتجربة هذا الحساس إخواني نقوم بنزع السلكين معا نزع السلكين من الأعلى ومن الأسفل بعض المدافع تجدونها فيش كأنها فيش كهربائي تدخلها وتخرجها وبعض المدافع تجدونها فيس بولوني كما هذا يعني راكبة بخلال فيس أو برغي نقوم بنزع السلكين معا ثم نقوم بوضعهما بهذه الطريقة معا وندخل البولون أو الفيس البرغي الذي نزعناه ونركبهما في جهة واحدة ماذا فعلنا هنا أخواني كأننا عزلنا هذا الحساس أو الكابتور حساس الأمان عزلناه كأنه غير موجود نقوم بتركيب السلكين معا في جهة واحدة هذا لمن أراد عزل هذا الحساس وأصبح يصدر له أو يحدث مشاكل للمدفأة وأنا لا أنصح بعزله ونزعه فهو مهم للغاية فيحمي حياتك من الاختناق بغاز أو الأكسيد الكربون إذن نقوم بالتجريب الآن إذا اشتغلت المدفأة ثبتت الشمعة وأدرنا الزر واشتغلت بشكل عادي فمعناه أن هذا الحساس معطل وهو متوفر ويبيع في المحلات التي تبيع قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية قطع غيار أجهزة الكهرومنزلية في كل ولاية موجود هذه المحلات الحل الثاني إخواني فالحساس هذا يتحسس بقوة حتى ولو لا يوجد مشكل يتحسس نقوم بلي هذه القطعة الحديدية قليلا إلى الخلف يعني جذبها قليلا إلى الخلف حتى تنقص حساسية هذا الحساس فهو يتحسس الحرارة ولا يتحسس غاز أو أكسيد الكربون لنكن يعني واضحين إخواني سنقوم بالتجريب الآن كيف يعمل هذا الحساس ولماذا يقوم بإطفاء المدفأة المدفأة المشتعلة بشكل طبيعي وعادي مخرج الغاز المحروق سأقوم بإغلاقه كأنه مزدود من الخارج يعني كأنه يوجد شيء يسد الغاز المحروق ولا يتركه يخرج وننتظر قليلا إخواني ونرى عمل هذا الحساس كيف يعمل إذن إخواني الحساس تعود إليه الحرارة حين يكون اختناق في مخرج الغاز المحروق فيه انسداد بأعشاش العصفير أو أي شيء أو الرياح مقابلة لقصبة إخراج الغاز المحروق يعني الرياح قوية مقابلة فيعود إلى الداخل يصبح يرجع الغاز المحروق إلى الداخل الغاز المحروق يخرج بحرارة عالية وبالتالي حين يعود إلى الداخل سيلامس الحساس هذا الكابتور أو حساس الأمان فترتفع حرارته فيقوم بالفصل هذا الحساس فيه قطعة حديدية صغيرة رقيقة تتمدد وتتقلص بالحرارة حين تتمدد بالحرارة تقوم بالفصل بين السلكين يبقى يعود السلك كأنه مقطوع يعني كأنه لا يوجد تيرموكوبل أو أن السلك غير موصول سلك تيرموكوبل فتنطفي المدفئة بشكل كلي تنطفي الشمعة وتنطفي النار الكبيرة نار البريلور هناك من يعتقد أنه يشم رائحة الغاز المحروق وهذا خطأ شرحت من قبل حساس أو كاشف أول أوكسيد الكربون الكاشف الذي يبيع مع المدفئات شرحته من قبل سأضع لكم الرابط في التعليقات وفي الوصف قموا بمطالعتي ومشاهدتي لتعرفوا كيف يعمل كاشف أول أوكسيد الكربون هو مهم للغاية لاحظوا إخواني انطفأت المدفئة بشكل كلي وتام هذا حماية لك ولحياتك من الاختناق بأول أوكسيد الكربون سأحاول تشغيلها من جديد لن تشتغل إخواني فالشمعة لن تثبت لاحظوا أرفع يدي عن الزر فتنطفي الشمعة أشغل من جديد فالشمعة لن تثبت معي لأن الكابتور أو هذا الحساس ما زال يغلق أو ما زال فاتح كأنه انتريبتور كأنه فتح الدارة بين السلكين يعني لا يوجد تماث بين السلكين يوجد زر من الخلف انتظر دقيقة حتى يبرد قليلا أو دقيقتين ثم قم بالضغط على الزر من الخلف وشغل من جديد لمن تنطفي معه المدفئة بهذا الشكل ستشتغل بشكل عادي وتثبت معك الشمعة إذن الكاشف أول أوكسيد الكربون الذي يبيع مع المدفئات تجدون الرابط أسفل فيديو كيفية التركيب كيفية 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 يعمل فهو مهم للغاية التهوية مهمة للغاية إخواني داخل المنزل فالتهوية هي الضمان الوحيد لحياتك فالأجهزة قد تتعطل قد تحديث مشكل فالتهوية هي الضمان الوحيد فإذن حين تكون رياح مقابلة لمخرج الغاز المحروق مقابل لهذه القصبة ستعيد الغاز المحروق إلى الداخل ومنه يعود إلى الكابتور فترتفع حرارة الكابتور هذا أو الحساس فيقوم بالفصل وإطفاء المدفئة هذا أمانا لك وحفاظا على حياتك إذا كان كل شيء طبيعي كل شيء عادي خصوصا في العمارات تنطفئ بشكل مستمر قم بجذب هذا الحساس قليلا إلى الخلف وإذا كنت مضطر لا يوجد أي حل آخر قم بعزل هذا الحساس وانزعه نهائيا واشتري كاشف أول أكسيد الكربون تجدون الرابط في التعليقات وفي الوصف قوموا بمشاهدته كيفية التركيب وكيفية يعمل في الدروس اللاحقة إخواني سنرى كيفية تبديل تيرموكوبل كيفية تبديل قفل المدفئة كيفية تبديل الزجاج أمور أخرى حول الأمان في المدفئة فانتظرونا لذلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس وانتظر الدروس اللاحقة هذا هو درس لنهار اليوم شكرا لكم على الحسن المتابعة أرجو أن أكون قد أفتكم ولو بالقليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا لكم شكرا لكم